نقش وزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي مع محافظة الضالع اللواء ركن علي مقبل صالح احتياجات المحافظة من الطرق وشار الحريزي خلال اللغاء الذي عقد في ديوان وزارة الأشغال العامة بالعاصمة عدن إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الأشغال ومؤسساتها واجهزاتها التنفيذية لمد شبكات الطرق القيام بالصيانة الدورية لها مونويا إلى خطة الوزارة العامة والتي ستنفذها خلال العام الجارية والتي تتضمن شقة وسفلة توصيانة المزيد من الطرق الشريانية في العديد من محافظات المحررة والتي تأتي في مقدمتها محافظة الضالع التي تعرضت نتيجة للحرب إلى تدمير بنيتها التحتية وشبكات طرقها بدورها شاد محافظة الضالع بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال وقوادرها في مختلف المواقع اشتركوا في القناة